هذه أبرز العناوين مدربة جنوب أفريقيا عن مواجهة المغرب في نهائي الكان كنا قريبين من تحقيق اللقب في 2018 ويجب أن نمنح لأنفسنا هذه الفرصة للتتوج عجل فوز القجع يفاجئ لعبات المنتخب المغربي للسيدات بواعد ضخم اليوم رئيس الكافيس دومو كابراناتي الجزائر في عقر دارهم ويؤكد كلامه من المغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مدربة جنوب أفريقيا للسيدات عن مواجهة المغرب في نهائي الكان كنا قريبين من تحقيق اللقب في 2018 ويجب أن نمنح لأنفسنا هذه الفرصة للتتوج عبرت مدربة المنتخب الجنوب أفريقيا النسوي إليس ديزيري عن سعادتها بالفوز على منتخب زامبيا بهدف نظيف والعبور إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2022 للمرة الثانية على التوالية ويلاقي المنتخب المغرب النسوي نظره الجنوب أفريقي في نهائي كان السيدات يوم السبت المقبل على أرضية ملعب الأميرة ملاي عبدالله بن رباط وقالت زيري في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مواجهة جنوب أفريقيا وزامبيا كنا قريبين من تحقيق اللقب في 2018 هدفنا الأول في هذه البطولة كانت تأهل إلى كأس العالم والثاني هو الفوز بالمباراة النهائية وتبعت يجب أن نمنح لأنفسنا هذه الفرصة للتتويج بعد اقترابنا من تحقيق اللقب في 2018 ثم اختتمت قائلة سنحتفل بالفوز على الزامبيا كما نفعل عادة بعد كل انتصار بعد ذلك سنعمل على التحضير للنهائي عجل فوز القجع يفاجئ لعبات المنتخب المغربي للسيدات بوعد ضخم اليوم وعد فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاعبات المنتخب المغربي النسوي بمنحة استثنائية في حال تتويجهم السبت المقبل بلقب كأس أمم أفريقية للسيدات المقام حاليا بالمغرب وخاصص فوز القجع منحة مالية مغرية تقدر ب40 مليون سنتيم لكل لاعب في حال تمكنهن من التتويج باللقب الأفريقي لأول مرة في تاريخ الكرة الوطنية النسوية وتنضف هذه المنحة إلى منحة التأهل لكأس العالم المقارر السنة المقبلة بأستراليا ونيوزيلاندا والتي تأهلت له صديقة العامدة غيزلين شباك لأول مرة كذلك يشار إلى أن المنتخب الوطني بلغ نهائي كان السيدات على حساب منتخب نيجيريا بعد التفوق عليه في ضربات الجزاء ويواجه المنتخب المغربي النسوي في النهائية منتخب جنب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة ليلان على أرضية المجمع الرياضي ملي عبدالله بن رباط رئيس الكاف يصدم كبرانات الجزائر في عقر دارهم ويؤكد كلامه من المغرب فاطن رئيس الكنفدرالي الأفريقي لكرة القدم لمؤامرات كبرانات الجزائر وكان صريحا في حديثه مع الرئيس الجزائري عبدالماجيد تابعون عندما قال أمامه بأنه يستند 54 دولة أفريقية المنضوية تحت لواء الكاف ولا يعترف بأي كيان وهم داخل جهازه الكروي كما كان لرئيس الكاف لقاء مع وسائل الإعلام الجزائري أمام قصر المراضية بعد نهاية لقائه برئيس الجزائري وأكد مرة أخرى بأنه يسند 54 دولة أفريقية لكن المترجم التزم الصمت من دون أن يترجم هذه الجملة لكن موتسيبي فاطن للعب وعاد ليؤكد نفس الكلام بالمغرب عندما حل لحضور نهائي أمام أفريقية إينات وقال مجددا أنا هنا لدعم 54 دولة أفريقية ويقصد موتسيبي مساندته للدول ال54 المنضوية تحت لواء الكاف وعدم اعترافه للجبهة المزعومة التي تدعمها كبرانات الجزائر رسالة خاصة من الملك إلى البطل العالمي السوفيان البقالي بعت صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل العالمي السوفيان البقالي وذلك بمناسبة فوزه بالميدالية الدهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى يوجين 2022 ومما جاء في برقية جلالة الملك يصرون أن نتوجه إليك بأحر التهاني بمناسبة فوزك عن جدارة والصحقاق بالميدالية الدهبية في سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى 2022 التي تحتضنها مدينة يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية وقال جلالة الملك أنه بهذه المناسبة نعرب لك عن تقديرنا لهذا الإنجاز الجديد الذي مكنك مرة أخرى بفضل ما تتحلى به من روح تنافسية وغيرة وطنية راسخة من رفع العالم الوطني عاليا وإطراء الرسيد الرياضي المغربي ببطولات دولية وأضف جلالة الملك أنه وإذ نجدد لك التهاني أنا لا نرجو لك موصول التوفيق والتألق في مشوارك الرياضي مشمولا بصابغ عطفنا وسامي ريدانا الشابي الرجاء مهد للطريق وفضلت الدفاع الجديد على هذه الأندية صرح المدرب التونسي لسعد الشابي بعدما وقى عقدا يمتد لموسمين مع فريق الدفاع الحسني الجديد صرح بأنه وجد أرضية جيدة للعمل معتبرا ما وصفه بالنجاح الكبير الذي حققه مع الرجاء سيمهد له الطريق في تجربته الجديدة بالمغرب وقال الشاب إنه وفضل الإشراف على تدريب الدفاع الجديد في الوقت الذي تلقى في عروضا من ناديين مغربيين موضحا تلقيت العديد من العروض وأبرزها من حسنية أغادير والتحطانجة من المغرب ومولودية الجزائر لكنني اخترت الدفاع الجديد بعد أن جلست مع رئيس النادي والمدير الرياضي عزيز بودربالا وضف الشابي تحدثنا حول أهداف الفريق وطموحاته في الفترة المقبلة وأعجبني المشروع الرياضي لهذا النادي وهو يشبه كثيرا مشروع الاتحاد المنستيري حين قدته لإنجاز تاريخي بالحصول على كأس تونس وقال الشاب إنه سيباشر عمله مع الدفاع الحسنية الجديدية ابتداء من الجمعة المقبلة استعدادا لمنافسات الموسم المقبلة الرجاء يقرر إعارة لاعب تعاقد معه في الميركات الشتوية يتجه فريق الرجاء رياضي إلى إعارة لاعبها عبدالصمد البدوي الظاهر الأيمن في الميركات الصيفة الحالية ويرغب الرجاء في تسريح لاعبها على سبيل الإعارة من أجل تمكينه من لاعب مباريات تساعده على الرفع من تنافسيتها وكسب مزيد من التجربة والخبرة في الدور الاحترافية وكان الرجاء قد تعقد مع البدوي في الميركات الشتوية الماضية غير أنه لم يشارك في مباريات كثيرة فيضل الحضور الدائمة للظاهر الأيمن عبدالله مذكور ورغم أن الفريق الأخضر لا يتوفر على بديل لمذكور في تشكيلة الفريق إلا أنه فضل تسريح البدوي معارل لأحد أندية الدور الاحترافية وترعرع البدوي بفريق رجاء رياضية وغادر القلعة الخضراء بقرار من المدير الرياضي السابق فتح جمال الذي سلمه أوراقه وطلب منه البحث عن فريق آخر يلعب لها وتألق رفقة فريق شباب سوالا في الشطر الأول من الدور الاحترافية ليضطر الفريق الأخضر إلى شراء عقده بحوالي 120 مليون سنتيم